ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود ويكون ذلك بالمحافظة على خصوصيتهم ومصالحهم ويكون أيضا بعدم تكليفهم ما لا يطيكون وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله وصرتم أهلا لعقوبته فعليكم الوقوف عند حدود الله لسعادة الدنيا والآخرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واتقوا الله وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية واتقوا الله ويعلمكم الله فيعلمكم جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم ويفيد عليكم من العلوم النافع والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء جزاكم الله خيرا لس شكرا هيا هيا ترجمة نانسي قنقر